نمر إلى ملفنا الرئيسي لليوم هل بلغت تأثيرات ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار الليبي حدها مع قرار مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية وهل يخفض سقف بطاقة الأغراض الشخصية تداعيات على مستخدمها فلنتمح فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ونشر الضوابة المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي خطوة أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار المركزي حدد في بيان قيمة حجز العملة الأجنبية عبر المصارف للأغراض الشخصية والتي ستكون بمبلغ 4000 دولار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأخرى ويمكن تغييرها لاحقا شرط أن يتم إدارة حساب مصرفي وأن يغطي الحساب قيمة العملة المباعة ووفق مراقبين أدت هذه الخطوة لحظة الأعلان عنها إلى خفض سعر الدولار في السوق الموازي حيث بلغ في أدنى مستوياته 5.93 دينار قبل أن يعاود الارتفاع إلى 6 دينار خبراء الاقتصاد بدورهم لم يفوتوا فرصة هذا القرار للتفسير والتعليق بخصوصه فقد اعتبر البعض أن قرار المركزي سيردع تجاوزات بعض الشركات لعدم جلبهم السلع المطلوبة في الاعتماد المستندية وتهريب العملة الأجنبية ما أذر بالاقتصاد بينما اعتبر أن تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية ب 4000 دولار فقط قيمة ضعيفة ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي بالنظر إلى الخدمات التي توفرها للعلاج والدراسة والذان تكون تكلفتهما أكبر من هذا السقف من جانب آخر دعا خبراء الاقتصاد المصرف المركزي إلى إعادة النظر في القيمة النقدية للبطاقة أو السماح لمستخدمها بتقديم طلبات الرفع في القيمة عند الحاجة مع تقديم الوثائق اللازمة لهذا الغرض في سياق متصل ذهبت بعض الأراء الاقتصادية لاعتبار أن التخفيذ في سقف البطاقة من 10 إلى 4000 دولار خطوة توجه إليها المركزي بالنظر إلى تزايد حجم الطلب على النقد الأجنبي مضطره إلى سحب 10 مليار دولار من احتياطه لمواجهة هذا الطلب وبلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال العام الماضي ما قيمته 25 مليار دولار وتم ترجح أن يتواصل انخفاض الدولار أمام الدينار إذا ما استمر فتح المنظومة وتواصلت حركة الاعتمادات ما يكون مرهونا بتدفق الانتاج النفطي وبقاء أسعاره عند مستوياتها الحالية وذكرت بعض الأراء أن توقف المنظومة في المستقبل سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى أعلى مما شهده ما يشكك في إمكانية صمود المركزي أمام التذبذ بالسعر وعدم القدرة على الدفاع عن استقرار الدولار عند سعرها الرسمي يذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار أثار قلق المواطنين وخلف مخاوف من انعكاس ذلك على زيادة تكاليفهم المعيشية